السلام للبنات كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن بزاف ديال السيدات كيشاهدوا القناة ديالي وسن ديالهم يعني متأخر بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ما كيمنعش بالمرة أن يحصل عندهم الحمل لأنه بمجرد ما تجيك الدورة ولو بشكل متقطع فممكن أنه يحصل معها الحمل كين كذلك سيدات في القناة ديالي كيشاهدوها وجاتهم سن يأس مبكير انقطعت عندهم الدورة بشكل مفاجئ فالتهمة سينتبهوا لهذا الفيديو هذا لأنه فيه معلومات مهمة بالإضافة إلى الوصفة القوية لاسترجاع الدورة وبالتالي حدود الحمل في أقرب وقت ممكن بقاي معي في هذا الفيديو المهم وبطبيعة الحال إلا أعجبكم المحتوى دياله ما تنسونيش ديما من واحد اللايك باش تشجعوا لي القناة وكذلك باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو هذا الجميع السيدات لماذا لكين تضرب فارغ الصبر ولو أن السن ديالهم يعني متقدم فما يفقدوش الأمل وهذا هو المبتغد يعني من هاد القناة أنني نعطيكم واحد طاقة وواحد شحنة إيجابية باش تستمروا في المسيرة ديال البحث عن الحمل لأن بطبيعة الحال هاد المسيرة هادي كتكون شاقة نظرا لأن السيدة ما كتبغيش يعني تصبر بزاف كتكون متشوقة ومتلهفة باش يعني يكون عندها مولود وبالتالي من اللي كيكون عندها واحد تأخر فهنا كيكون واحد القلق والتوتر فهنا في هاد القناة هادي جتمعوا بزاف ديال السيدات اللي بحالكم بحالهم يعني نفس الحالة ديالكم باش هاك يعني كيعتوا تهمة التجارب ديالهم يعني كيحطوا تعاليق في اسفل فيديو وكل وحدة كتستفد من الاخرى وكتعم الفائدة بطبيعة الحال وهذا هو الفكرة ديال هاد القناة هادي ان شاء الله باش كل وحدة تستفد من تجربة ديال الاخرى وكذلك باش تعرفوا وصفات ناجحة مجربة باش يحدث معاها الحمل بسرعة اكيد ان كل سيدة لابد وان تمر بمرحلة اليأس وانقطاع الطمت ولكن في بعض الحالات يحدث انقطاع الطمت المبكر لذلك يعني اعطيتك غادين اعطيك واحدة طرق علاجية منزلية لاسترجاع الدورة الشهرية لان بمجرد ما ترجع الدورة تنتظم معاك وترجع في النزول ديالها الا وممكن انه يحدث معها الحمل بطبيعة الحال كان سيدات في سن متأخر يعني في الخمسينات في الاربعينات فيما فوق يعني يحدث معهم الحمل بسرعة نتيجة انهم كانت عندهم واحدة دورة ولكن متقطعة مجرد منزلات عندهم الدورة داروا الوصفة وسبحان الله ديك الوصفة كانت ناجحة وحدت معها الحمل اذا كان مجموعة من الاشياء اللي ممكن انها تسبب هذا الانقطاع المفاجئ منها تجن يعني خصك ضروري انك تجن بتناول اطعمة اللي كتحتوي على نسبة كبيرة من الكوليستيرول والحفاظ على مستوى ضغط الدم حتى لا تزيد فرص الاصابة ديالك بامراض القلب تناول غداء صحي ممارسة الرياضة من الامور المهمة اللي كتحسن من اداء وظائف الجسم ديالك المختلفة وكتساهم في تقوية جهاز المناعة وعمله بشكل صحيح استخدام العلاج بالهرمونات البديلة لعلاج انقطاع الدورة الشهرية المبكر او ما يعرف بالعلاجات التعويضية بالهرمونات واللي كتتمثل في هرمون الاستروجين والبروجستيرون اللي كيحافظ على الاداء الطبيعي للدورة الشهرية بطبيعة الحال كين مجموعة من الوصفات التقليدية كتساعد بالفعل على نزول الدورة ولو انها انقطعت لسنوات وهذا هو المبتغى انكم ترجعوا الدورة ديالكم لانه كين بعض السيدات يعني مازال صغارات في السن وكتحدث لهم هذا الانقطاع بسرعة للدورة وبالتالي احتمال حدود الحمل كيكون صعب وكي يقوح التأخر في الانجاب البقدونس يعني من ضمن الاشياء المهمة لنزول الدورة لانه فعلا الكمية دياله كي تحتوي على او هاد الاوراق هادو كي يحتوي على فيتامين جيم هاد الفيتامين هادا كيساعد لتحفيز تقلصات الرحم ولكن ينبغي الانتباه على الكمية المتناولة لانه هاد المادة هادي يعني لكي تكون فهاد الاوراق ديال البقدونس ما خازكش تجاوزي واحد الكمية محدة اذا البقدونس كي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين جيم هاد الفيتامين هادا كيساعد لتحفيز تقلصات الرحم ولكن ضروري تنتبهي للكمية المتناولة باش يعني ما تزيدش هاد المادة هادي في الجسم ديالك حاولي انك تناولي ملعقتين يعني نقعي ملعقتين كبيرتين من البقدونس طازج في كوب من الماء الدافئ وشربه مرتين في اليوم الكوركم كذلك من العلاجات التقليدية المنزلية اللي ممكن انها تساعدك على ضبط مستويات الهرمونات وكذلك يعني ممكن انها تسبب في استرجاع الدورة لانه بطبيعة الحال هاد المادة هادية رائعة جدا كتساعد على يعني تدفق الدم زيادة سرعة تدفق الدم وبالتالي نزول الدورة المحتبسة القرنفل كيف ما كان عرفوه من الاشاب الطبيعية اللي كتساعد في تنزيل الدورة وتنظيمها ايضا وذلك بسبب احتوائه على العديد من المواد الفعالة الضرورية للجسم اذا بطبيعة الحال ان هاد الاشياء هادي لدرتها السيدة يعني بانتظام ممكن انها تسرجع الدورة ديالها ولو كانت منقطعة لسنوات عديدة كين علاج اخر وهو علاج انقطاع الدورة الشهرية بالقرآن كيف ما كان عرفوه بان القرآن الكريم كيعالج مختلف الامراض المستعصية فحاولي انك يعني باستخدام بعض الآيات المباركة من الله سبحانه وتعالى ممكن انك يعني تنظمي هاد الامر هادا وما يحصلش عندك مشكل في الدورة ديالك اذا حاولي انك تقرأي بعض الآيات المباركة وغادي تدريها يعني قومي بالقراءة ديالها على الماء والزيت غادي تقرأي الآيات على الماء والزيت وغادي تشرب المريضة من هذا الماء هذا على مدار اليوم يمسح كذلك بالزيت منطقة البطن وكذلك الرحم ثلاث مرات يوميا غادي تستمر على العلاج حوالي ثلاث أيام الى ان تنزل الدورة الشهرية بإذن الله غادي تقرأي الآية التالية ثلاث مرات على الماء وكذلك ثلاث مرات على الزيت وهي بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بطبيعة الحال هذه الآية هذه ضرورة قرأها السيدة اللي عندها هذا الاحتباس في الدورة واللي عندها انقطاع مفاجئ للدورة وكذلك السيدة لوصلوا سن اليأس بطبيعة الحال لربما ربي يرجع لكم الدورة ويحدث معها الحمل بسرعة أيضا من الآيات الهامة في علاج تأخر الدورة الشهرية والتي تقرأ سبع مرات على ماء الشرب والزيت قول الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ره ممكن أنه بالفعل يعني كان بعض السيدات حصل لهم هذا الانقطاع المفاجئ ورجعت لهم الدورة سبحان الله بقدرة الله بهذه الآيات الكريمة من كتاب الله عز وجل رجعت لهم الدورة انتضمت عندهم بشكل طبيعي بطبيعة الحال صورة الزلزلة سبع مرات على الماء ضروري القراءة ديالها سيدة اللي بغيت تترجع الدورة ديالها تقرأها سبع مرات على الزيت وكذلك على الماء وتستخدم الزيت على منطقة البطن وأسفل البطن يعني منطقة الأرحام هذا الأمر هذا سيساهم في استرجاع الدورة ونوكمت يعني واحدة الدورة منقطعة لسنوات عديدة كين أسباب أخرى مرضية وراء تأخر نزول الدورة منها فرط تنسج بطانة الرحم ورمليفة الرحم التهاب بطانة الرحم سرطان المهبل أو الرحم أو عنق الرحم التهاب كذلك المهبل دمور بطانة الرحم يعني هذه الأمور هذه ضروري أنك إلاشت هذا الانقطاع المفاجئ ترجع لطبيب ديالك تحاول أنك تستشري تدري الفحوصات اللازمة بشي يعرف الطبيب شنه هو المصدر ديال هاد الانقطاع ديال الدورة ديالك وبالتالي يعطيك واحد الأدوية مناسبة على حسب الحالة ديالك إذن كين سيدة أخرى يعني كتعطي التجربة ديالها في هذا الموضوع هذا كتقول هاد سيدة انقطعت عندها الدورة شهرين اعتقدت أنها حامل لكن سرعان ما نزلت على شكل نزيف وتكرر الأمر أكثر من مرة فأخبرتني الطبيبة أن ذلك من أعراض انقطاع الطمت يعني بدأ الخوف والقلق على هاد سيدة هدي مع مرور الوقت ودخولها سل يأس ولت عصبية بطبيعة الحال يعني هذا الأمر هذا أثر لها على النفسية ديالها وعلى الحياة ديالها وفي الأخير كتقول بأن المشاعر السلبية كترتبط بمدى تقبل المرأة لنفسها ضروري ما تسلميش وراء هاد التغيرات اللي كتوقع في الجسم ديالك خاصك ضروري تعيشي يعني على حسب الحالة ديالك ما تحاوليش تهرق النفسية ديالك باش يعني لأن النفسية لها دور وراء هذا انقطاع هذا المفاجئ للدورة بزفد السيدات كيكون عندهم فقط العامل نفسي هو اللي كيؤدي لها المشاكل وبالتالي يعني كيوقع لهم صعوبة في الحمل والإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم اتمنى لإعجاب ديالكم